راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي شخصية تحوم حولها شبهات كثيرة اتهامات كثيرة طالت الرجل من الداخل التونسي بعضها ارتبط بالإرهاب وبعضها الآخر بالإثراء عن طريق التمويل الخارجي المرتبط بتنظيم الإخوان وعبر عمليات فساد داخل الدولة هذه فوضى تمارس هذه السيدة الاتهامات تصاعدت بحقه من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بينما وقع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية طالبت بالتحقيق في مصدر ثروة حركة التنظيم الذي يتزعمه الغنوشي العريضة تشير إلى أنه رغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري تؤكد معلومات صحفية إلى امتلاكه ثروة وعقارات في تونس واقترحت العريضة التطقيق في ثروته وتنظيمه عبر تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسي لشول وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك الدعمون لهذه المبادرة يربطون مصدر ثروة الغنوشي وغيره من الشخصيات في حركة النهضة بكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تأتي في إطار العمل الخيري لكنها جزء من حركة الأموال لتنظيم الإخوان التي تتقاطع غالباً مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة وكان الحزب الدستوري التونسي اعتبر الغنوشي أنه يشكل خطراً على الأمن القومي لارتباطه بتنظيم الإخوان المصنف إرهابياً شيلان فطيري العربية